بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعراب العدد ومعدوده ايضا كما ذكرنا في السابق في التذكير والتأنيث فان الاعداد تنقسم الى مجموعات المجموعة الاولى كيف يعرب العدد وكيف يعرب المعدود هنا واحد واثنان يعربان حسب الموقع من الجملة يعني يعربان حسب موقع ما قد يكون فاعل وقد يكون مفعول به وقد يكون غيره ليس لهم تمييز في الكلام الفصيح لا يوجد تمييز لهذين العددين هما بنفظهما ينباني عن التمييز اقول جاء طالب وحضر طالبان فهذا يغنيني عن ذكري فالطالب يدل على مفرد واحد وطالبان يدل على مثنى نقول نجح واحد من الطلاب لذلك لابد حتى يعني اذكر تمييزه في الكلام لا يأتي على صفاته تمييزه انما يأتي اسم مجرور نجح واحد اعراب واحد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره كلمت واحدا كلمت فعل والتا ضمير متصل مبلي فيما حرف فاعل واحدا مفعول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مرأت بواحد الباح رفجر واحد اسم مجرور وعلامة جره الكسر الضاهرة على آخره اذا لاحظ معي انه يعرب حسب موقعه من الجملة لكن تنبه هنا ان اثنان يعرب اعراب هذه مهمة جدا لانه كما درسنا في باب المثنى هو ملحق بالمثنى اقول تكلم اثنان اعراب اثنان هنا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لماذا الالف نقول لانه ملحق بالمثنى استمعت الى اثنين هذه حرف جر واثنين اعرابه اسم مجرور بإلى وعلامة جره ماذا الياء لماذا الياء لانه ملحق بالمثنى اذا لاحظ معي ان الاعداد هذه واحد اثنين تعربان حسب موقعها من الجملة اما ان تعرب بعلامة اصلية او اثنين تعرب بعلامة فرعية لانها تعد ملحقة بالمثنى الاعداد من ثلاثة الى عشرة وهي المجموعة الثانية في الاعداد يقولون تعرب ايضا حسب الموقع من الجملة قد تكون فاعل قد تكون خبر قد تكون مبتدأ وغير ذلك تمييزها اللي هو العدد اللي هو المعدود المعدود يأتي جمع ويأتي مجرورا بالاضافة اذا يتصف بصفتين اولا فهو جمع الامر الاخر يأتي مجرور بالاضافة فهي تكون الاعداد تكون مضافا والمعدود يأتي مضاف اليه اقول على سبيل المثال هذه ثلاثة اقلام ما اعراب ثلاثة نقول اعراب ثلاثة خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على اخره وهو مضاف واقلام اللي هو المعدود مضاف اليه مجرور علامة جره ما هي الكسرة الظاهرة على اخره حضر عشرة لاحظ معي عشرة ما الذي حضر عشرة اذا هو فاعل هنا فاعل مرفوع عن ترفيه الضم الظاهر وهو مضاف ولاعبين مضاف اليه مجرور ما علامة جره هنا علامة جره الياء لماذا الياء لانه جمع لانه جمع مذكر سالم لا ننسى هذه الموضوعات فهي مترابطة اشتريت اربع حقائب هنا حقائب لانه منوع من الصرف هي مضافة مجرور لكنها تجرب الفتح نياب عن الكسرة اربع هنا اشعراب مفعول به منصوب اشتريت اشترى والتفاعل واربع مفعول به منصوب نسخ الطالب على خمس لوحات هذا مضاف له وهذا اسم مجرور بعلا وعلامة جره الكسرة اذا من ثلاثة الى عشر تعرض حسب موقعها من الجملة اما من احدى عشر من احدى عشر الى تسعة عشر من احدى عشر الى تسعة عشر فهي مبنية على يعني ليست معربة على فتح الجزئين هذه مريحة لنا في الاعراب لانها دائما تأتي سواء في موضع الرفع او النصب او الجر تأتي مبنية على الفتح طب المعدود كيف يأتي المعدود نقول معدودها له شكل وهو انه يأتي تمييز مفرد منصوب انه يأتي منصوب مفرد ومنصوب يأتي مفرد ومنصوب ويعرب تمييز يقول الله تعالى اني رأيت احدى عشر مبني على فتح الجزئين هنا مفعول به مبني على فتح الجزئين ايضا بخمسة عشر معا في حرف جر لكنه جاء هنا مبني على فتح الجزئين مبني على فتح الجزئين كوكباء لاحظ معي التمييز هنا جاء منصوب مفرد ومدينة جاء منصوب مفرد تنبه هنا لا بد أن تتنبه إلى أمر مهم مثل ما نبهنا في الأمر السابق وهو أن 12 الجزء الأول يعرى بعراب ماذا اللي هو إثناء وإثنتاء يعرى بعراب المثنى والثاني دائما إيش دائما 12 الثاني وابنع الفتح الثاني مبني على هذه إثنتاء عشرة عين لاحظ معي أن هذا خبر خبر ماذا مرفوع على مترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهذا مضاف إليه مبني على الفتح مضاف إليه مبني على الفتح وإثني عشر هذا مضاف إليه مبني على الفتح هنا مفعول به منصوب رأيت إثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه اليالي أنه ملحق بالمثنى وهم مضاف وعشر مضاف إليه مبني على الفتح الفاض العقود أيضا الفاض العقود تعرب حسب موقعها لكن لا بد أن نتنبه إلى أمر مهم وهو أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فهي ملحقة به هذا كلام مهم في ألفاظ العقود تعرب حسب موقعها من الجملة لكنها تكون تعرب بعلامة إعراب فرعية لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء معدودها مفرد منصوب معدودها مفرد منصوب مفرد وهو تمييز يعرب تمييز مفرد منصوب جاءت تسعون سيارة إيش عرب تسعون هنا ما الذي جاء تسعون إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وسيارة تمييز منصوب رأيت ثلاثين رأيت ثلاثين رأيت فعل وفاعل وثلاثين مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء الياء لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم وطائر تمييز منصوب مروت بأربعين الباء حرف جر وأربعين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وشجرة تمييز منصوب أما مئة وألف فتعربان أيضا حسب موقعهما من الجملة ومضاعفاتهم طبعا تعرب حسب موقعهما من الجملة والمعدود يأتي مفرد مجرور مجرور طبعا بالإضافة مجرور بالإضافة لاحظ معي مر مئة رجل مئة هنا فاعل مرفوع منصوبه الضمه الظاهرة على آخر وهو مضاف ورجل مضاف إليه رأيت ألف ألف مفعول رأيت فعل مفاعل وألف مفعول به وهو مضاف وناقة مضاف إليه لاحظ معي أنه مفرد ناقة مجرورة سبحت أكثر من ألف تسبيحة لاحظ معي من هنا حرف جر وألف جاء مجرور مجرور ب من وعلى مجره الكسر الظاهر آخر وهو مضاف وتسبيحة مضاف إليه انتهى هذا الموضوع الذي يتعلق بإعراب العدد ونوع تمييز هذا العدد أو نوع تمييز أو نوع المعدود وإعرابه ننتقل إلى موضوع آخر جديد